أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أربعة شبان وإصابة 560 أخرين في جمعة الغضب بالقدس وضفة الغربية وقطاع غزة من جانبها أفدت توزارة الصحة في بيان لها بأن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين عقب القرار الأمريكي بشأن القدس خلال ثمانية أيام بلغت عشر شهداء وأكثر من ثلاثة ألاف مصاب هذا وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقال لعدد من الشبان بعد اقتحامها بلدة العسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم شكرا